سلام الله عليكم ازعيكم يا شباب. عاملينيه معكم عبداللطيف. سعيد واهلا بكم فيديو جديد. فيديو نهارضا ان شاء الله هيكون عن كاميرا جو برو. الفيديو ده بناء على طلب صديق معانا طلب مني ان انا اعمل فيديو اشرح فيه. كل اعدادات كاميرا جو برو. يعني القوائم والاعدادات وخلافه من الكلام ده. كله افضل الاعدادات. يعني ان انت تقدر يعني تعملها في الكاميرا. عشن تقدر تصور يعني فيديو بجود عالية. طبعا الناس كلها شافت ان انا بصور يعني بعض الفيديوهات على كاميرا جو برو بحطها عندي على القناة وشافت ان الفيديوهات دي جودتها عالية جدا ورغم انها معها كاميرا يعني احدث من دي ولكن ما بيطلعش نفس الجودة اللي هي كاميرا يعني او الكاميرا الجو برو اللي معي دي اقدم منها. فاهمني? يعني انت مسلا معك كاميرا الجو برو الكاميرا اللي انت معاك دي بتطلع الجودة قليلة او اقل من الكاميرا اللي معي اللي تعتبر اللي هي قديمة اصلا فانا في الفيديو ده ان شاء الله هو لك ان انت ازاي تقدر تزبط اعدادات الكاميرا بتاعتك عشان تقدر تطلع افضل اعدادات ممكنة لتصوير الفيديو يعني افضل اعدادات ممكنة للفيديو بجانب برضه اشرح لك الاعدادات والقوائم وخلفة من الحاجات دي كلها عشان تقدر تفهم ازاي تقدر تشتغل على الكاميرا وده هيكون موضوعنا عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده نروح بقى دلوقتي للشرح تمام نيجي بقى دلوقتي للخطوة التانية واللي هشرح فيها اعدادات كاميرا جو برو وازاي تقدر تستخدمها عشان تطلع منها افضل جودة ممكنة هشرح الاعدادات وهشرح ان انت زي تقدر تزبط اعدادات الكاميرا عشان تقدر انك تطلع افضل اعدادات ممكنة اا يعني من الفيديو يعني ان انت تصور فيديو بافضل اعدادات ممكنة وده اللي هشرحه النهاردة ان شاء الله لو انت معايا كاميرا جو برو من بداية هيرو ناين تمام يعني انا كاميرا اللي معايا جو برو هيرو ناين بلاك فلو انت معايا كاميرا جو برو هيرو ناين كاميرا جو برو هيرو تين اه او تولف اللي هو كاميرا يعني عندك من بداية جو برو تسعة او عشرة او حداشر او اتناشر كلهم متشابهين بشكل كبير جدا في الاعدادات حتى لو انت دلوقتي جيت فتحت الكاميرا معايا هتلاقي ان الواجهة متشابهة بشكل كبير جدا. تمام? اللي هي من ناحية الادات لكل شيء. فبالتالي مش هتواجه اي مشكلة ان انت تشوف الشرح ده على الكاميرات اللي هو اللي معي واتطبقها عندك على النسخة بتاعتك من الكاميرا. فدلوقتي طبعا عشان اقدر افتح الكاميرا هدوس هنا عندي بشكل مطول على اللي هو الزرارة ده اللي هو بتاع الباور. لو انا جيت دست عليه بشكل مطول بالمنظر ده. هتلاقي عندي ان الكاميرا فتحت زي ما انت شايف. اه دلوقتي ممكن اشغل الاوت فوكس. معلش ثاني. شغلت دلوقتي الاوت فوكس بتاع كاميرا عشان اقدر ازبط الكاميرا بشكل مظبوط يعني اوشح لك بشكل مظبوط. بصة دي اول حاجة لو انت جيت دست عندك على نفس الزرار ده بس ضغطة بسيطة يعني ضغطة كده. هتلاقي عندك ان هو بيغير لك الاعدادات الخاصة بالكاميرا. يعني طبعا الكاميرا دي فيها ثلاث اعدادات والكاميرات برضو من بداية تسعة لحد اتناشر فيها ثلاث اعدادات لو انت جيت دست عليه عندك هنا اعداد عندك هنا اعداد الفيديو وعندك هنا اعداد الصور. طبعا في العادة انا هشرح الفيديو لاني طبعا انت لو هتشتري كاميرا زي دي هتشتريها عشان خاطر الفيديو مش هشتريها عشان خاطر الصور لان كاميرا تليفونك حرفين بتطلع جودة صور افضل منها مليون مرة. انما اه الكاميرا دي بتطلع جودة الفيديو افضل بكتير جدا وبشكل لخصد الكاميرا اكشن. وبرضو نفس الفكرة انت مش هتحتاج تايم لابس في شيء لان الاغلب انت هتستخدم عندك اللي هو الفيديو. فلزال قاش رح عندي على الفيديو. اول حاجة هشرح لك عندك الاعدادات اللي في الاعلى. لو انت جيت عندك نزلت بالتوتش سكرين كده نسحبت من الاعلى للاسفل هتلاقي عندك زهر لك القائمة دي. القائمة دي باختصار شديد هنا فيها مجموعة من الادوات. اول حاجة او اول شيء وهو الاخ ده اللي بيتكلم ده تمام اللي هو ده. ده بمعنى ادق لو انت حابب ان انت تفتح الميزة المتعلقة بالصوت. يعني ان انا اطلب من الكاميرا انها تسجل بالصوت. يعني مسلا اقول لي مسلا الكاميرا هو الواحده هيفهم ان انا بكلم الكاميرا بكلم الكاميرا ابدأ التصوير هو الواحده هيبتدي ان هو يسمع الامر ده ويطبقه ويبدأ التصوير على طول باستخدام الصوت. وده لو انت يعني دي هتفيدك اوي لو انت مثلا يعني حاطت الكاميرا دي على خوزة لمتسكلة او عجلة او شيء فابلتاني انت مش محتاج ان انت يعني تدوس على الزرار هو من الصوت هيبتدي ان هو يسجد. ده اول حاجة. تاني حاجة بس طبعا نقفلها عشان خاطر انا ما بيستخدمهاش. تاني حاجة وهو الاصوات بتاعت الكاميرا. لو انت جيت انا مسلا دست عليها هيشغل عندك الصوت. اي اي ضغطة اي حاجة تعملها هيعمل صوت. فانا مش محتاج ان انا عمل ده. فابلتاني ايه? اروح شيء له خالص. يعني انا مش محتاج اصوات او ما بحبش الاصوات ولا في التليفونات ولا في الكاميرات. عندك ده يا سيدي? الميزة دي باختصار شديد هو لو انا حابب ان انا اسجل بشكل سريع. بمعنى ان لو انا جيت اخترت عندي الميزة دي بتاعت الارنب. وبعد كده مسلا افتراضا جيت افلت الكاميرا. افلتها بشكل كاميرا. عن طريق ضرار الباور. تمام الكاميرا دلوقتي مش شغالة في اي شيء. لو انا جيت دوست هنا عندي على ضرار في الاعلى. بالمنظر دي انا جيت دوست عليه. الكاميرا اوتوماتيك هتبتدي انها هتفتح وتسجل. زي ما انت شايف. من غير ما انا افتح الكاميرا اصلا. فدي برضو ميزة اخر جميلة الصراحة في جو برو. مسافة ما دوست عندي على ضرار هتقفل لوحدها تاني. ويقفل. ودي ميزة حلوة للناس اللي حاب تسجل بشكل سريع وتقفل عندك عشان توفر الطاقة. يجي بالك فيه نقطة حاببة ان انا انبهك عليها وهو ان الميزة دي حلوة. ولكن لو جو برو عندك سخنة مش هيحفظ الملفات بتاعت التصوير. فخلي بالك من النقطة دي. بمعنى ان لو انت في مدينة حارة او في دولة حارة درجة الحارة فيها عالية جدا وبتصور بالكاميرا وجاملة جو برو بقت سخنة جدا معاك وجيت تستخدم الميزة دي مش هتصور معاك وفي الاغلب يعني يعني هيبتدي ان هو يظهر عندك شاشة التسجيل ولكن لما تيجي تسجل وتخش عندك على ملفات عشان تاخذ الفيديوهات اللي انت سجلتها مش هتلاقيها فخلي بالك من النقطة دي حابت برضو ان انا انبهك عنها. عندك يا سيدي بقى اللي هو دي بيقفل عشان مسلا اللي هو ده بيقفل والاعدادات وكلام ده كله عشان ما حدش يلعب فيه. وده طبعا الشبكة اللي هي الشبكة دي لو انت شايف شايف فيه خطوط كده ظهري دي الشبكة ملاش لازمة برضو. وده هنا الخاصة بالكاميرا الامامية يعني هنا مثلا اقدر ان انا اقدر مثلا هنا اختار اعدادات شكل الكاميرا الامامية يعني مثلا يقول لي ان انا اخلي الكاميرا الامامية او اقليها كشاشة كاملة او اخليها يعني اللي هو الاعداد واحد او اللي هي الكاميرا الاولى فقط وهي عندك هنا طبعا اللي هو اللي انا اقفلها خالص. فانا بالتاني مختار الخيار ده عشان اظهر بالمنظر ده دايما تشايف بص. او دلوقتي انا اهو قدامك. وظاهر عندي شاشة كاملة. فانا بكلها دايما لشاشة كاملة عشان لو انا بصور او حاجة اكون انا ظاهر. وتقدر تقفلها برضو من النقطة دي. نيجب بقى يا سيدي للحاجة اللي بعدها وهو ده. ده الصراحة انا معرفش ايه ده اوي بامان عشان بدحكش عليك. تمام? يعني مش هفتي. يعني انا الصراحة مش فاهم لها قوي. يعني بحست حتى كمان ان اضع برعن هي ما فهمتش صراحة فمش هشرحها. وده عندك يا tho دي اللي هو الايه? اللي هو المائة اللي هو المجوز اللي بي Starting شديد ما اقدر مسلا امنع يعني مثل افتراضا بص. دلوقتي انا عندي لو انا جيت حولت الكاميرا كده وكاميرا تتحول معي زي ما شاف بص. دلوقتي لو انا جيت فعالت ده. بص دلوقتي. الكاميرا تفضل ثابتة يعني مرة ثانية بص. لو انا جيت افلت ده خالص يعني افلت ده زي ما اتا شايف بص عمدك بص الكاميرا بتعمل ازاي? والدنيا بهديلة خالص زي ما شايف بص? فهمت النقطة? تتحرك معي الكامرائي. يعني المين شمال تتحرك معي والكاميرا من جهة بتتحرك معي. لو انا جيت هنا بقى عندي بالمنظر ده وجيت اخترت عندي ده وبعد جدا جيت فعلت ده وطبعا اخترت عندي السوبر موف تمام? اله ماكس يعني بالمنظر ده كده هو وجيت فعلت ده سوري معلش. اه بص دلوقتي. لو انا جيت حولت هيبتدي يكون نعم اكتر وهيكون ثابت اكتر. الا بقى لو انت قلبة الكاميرا كده وبص. قلبة الكاميرا كده وتحول معك بص. يعني الكاميرا بتكون ثابتة قادر الامكان. خلي بالك حتى على الخط هنا عشان تفهم. لو الخط بتاع الكيبورد ده. خلي بالك منه عشان تفهم انا قصدي يا بص. هتقدر تحول بص. هيكون نعم جدا معاك. يعني اصلا صورة بتبقى ثابتة. مش بتقلب معاك او بص. صورة بتبقى ثابتة اصلا. يعني شايف صورة ثابتة ازاي? شايف صورة ثابتة ازاي? اهو. دي الفكرة بتاعته. طيب اتمنى تكون فهمة الاصل. وابتدي ان انا اشرح اعدادات الكاميرا. اول حاجة سيدة لو انت جيتها عندك هنا هو. تمام? هنا في عندك زرار تحت. زي ما انت شايف. اتمنى يكون واضح. هنا تلاقي عندك في زرار تحت باسم مثلا او سينيماتيك او غير. لو انت جيت دوست عليه. هيظهر عندك القائمة دي طبعا ده في خيار الفيديو. اولا ما يجي عليه كده يعني هنزل عندي تحت. هلاقي عندي ان انا اقدر اضيف يعني زي ما تقول ايه? يعني اعدادات اخرى اقدر اتجأ لها بشكل سريع. فهمني يعني انت عندك اعدادات جاهزة زي كمثال الستاندرد عندك جاهز. اللي هو الافتراضي. تمام? ده الاعدادات الافتراضي. عندك اللي هو الاكتيفتي. تمام? عندك ايه تاني? عندك السينيماتيك. عندك سلو موشن. كل دي اعدادات معمولة سابقا على الكاميرا. اقدر ان انا اضيف اعدادات خاصة لي انا. لو انا حابب باسم المود. اذا كان مسلا مود تصوير مود مسلا سلو موشن مود تايم لابس وخلافه من الكلام ده كله. جميل? طيب انا مش حابب ان انا اعمل الكلام ده. انا حابب ان انا اخش عندي على 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 اساس ان انا اعمل مود لو هو عندك موجود مود ماشي انت تقدر تعدل عليه. لو مش موجود عندك تقدر تنزل عندك تحت وتعمل مود جديد. انت تتيجي هنا عندك على خيار الفيديو زي ما اتشاهد تقدر تختار اللي هو وعندك هنا سلو موشن وعندك هنا الفيديو قادر اختار الفيديو وبعده جده طبعا اقدر اعدد او يعني قادر ازبط في الاعدادات وانا طبعا مش محتاج ان انا اعمل خيار جديد او جديد لان كده كده هو عندي بالفعل انما انا بقول لك لو مش موجود عندك ازيها تقدر تعمله. دلوقتي يا سيدي انا محتاج اروح عندي على خيار ده وروح هنا جاي جاي عنده على اللي هو ضرار خاص بالقلم اللي جانبه ده او لما اذهب عليه طبعا يظهر عندي الاعدادات زي ما انت شايف هلاقي عندي اول خيار خالص وهو اللي هو الار اي اس اف بي اس ده باختصار شديد جودة الكاميرا بمعنى اني انا مثلا نسيدي دلوقتي محتاج ان انا اسجل مثلا يعني على فور كي تمام او زي ما انت شايف بصق عندي هنا من اول الف تمانين قدر اختار هنا عندي خيار الالف تمانين وعندي من اول اربعة وشرين فريم لحد مئتين واربعين فريم يعني هنا في الاعلى جودة الفيديو الف تمانين تو كي КрасNA cer это с нашим فور كي عندي تحت الفريمات اربعة وعشرين ستين مئة وعشرين لحد اوة اوة انت شايف طبعا انا عندي للاسف الكارت ما باستحمل这样 انا اسجل يعني لونه لاستحملش الاسترداء ولكن انا بقولك ان ازي عندك تجين الكارت في تجيب كارت بجودة عالية فانا قادر اسجل عندي لحد اوة 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 جوتها الحرifية باستخدام الاعدادات دي ولكن انا مش محتاج slow motion ده كله انا اقول ان انا محتاجه طبعا عشان اقدر اي اخد افضل اعدادات ممكنة من الفيديو او جودة الفيديو بشكل اهم اروح هنا عندي على 4K واختار طبعا هنا عندي ان انا اسجل يا 30 يا 60 لو انت محتاج تكون الصورة عالية كويسة انت بس حابب تعمل slow motion او كلام ده كله اختار عندك 60 لو انت حابب تصور عادي جدا ومش محتاج يعني ولا تعمل slow motion ولا اي حاجة وكمان حابب ان هو يكون مساحة يعني مساحة ملفات الفيديوهات مش كبيرة فتختار عندك 4K 30 فريم عندك لحد 5K حرفيا انا عن نفسي تقريبا ما سجلتش بها الا مرة واحدة في حياتي او 5K اقدر اسجل بها لحد 30 فريم زي ما انت شايف بص عشان الكارت عندي مستحميل شكتر من كده اقدر اسجل 5K وانا الصراح مش محتاج 5K في شيء يعني ده 4K حل وقوي وعظم قوي يعني فانا دلوقتي اخترت عندي اللي هو الايه الجودة تمام خلصنا من النقطة دي طيب دلوقتي اروح عندي يعني تاني حاجة عندي على اللينز وطبعا يعني انت تفضل تختاري الاعدادات زي ما انا قلت لك ال 4K 30 فريم اللينز طبعا هنا اللينز او العدسة هل انت حابب العدسة تكون واسعة حابب انت العدسة تكون ضيقة بمعنى اضاق اني مسلا دلوقتي عندي العدسة دي اللي هو ال super wide اللي هي 16 ملي متر حرفين ده لو انت حابب انت تعمل فالعدسة عندك بتكون واسعة جدا يعني برضو عشان اوضح لك بص دلوقتي انا تقريبا مش هزر انا هنا فعموما عشان تفهم من قصدي هنا يعني خلي بالك على الكيبورد ده مسلا افتر اضم زي ما اتشايف بص هنا super wide او يعني اا فائق الواسعان مش عارفات ترجمها تمام يعني عدسة واسعة جدا تمام اللي هو super ده اللي هي اول واحدة حرف ال ist التاني واحدة ال w اللي هي ال white اللي هي العريد بص الفائق بابين ده وده بص بص شايف عامل ازاي عندك هنا بقى التسعتاشر في التسعة وتلاتين وعندك هنا ال ان اللي هو الكامل سبعة وعشرين فاي وفضل طبعا تخليك على يعني ولا منها super wide شوه الفيديو ولا منها wide يعني ولا منها قريب اللي هو فتخليك انت على ال wide احسن لو ستاشر فاربعة وتلاتين كويس قوي وتقريبا اغلب الفلوجر بيستخدموا العدسة دي يعني كون انها افضل يعني تمام عندك هنا يا سيدي ده باختصار شديد اللي هو مانع الاهتزاز او مصبت بصري يعني انا دلوقتي تمام زي ما انت شايف انا دلوقتي مش مفعل ده دلوقتي تمام لو انا جيت حركت بص هلاقي عندي فيه اهتزاز جامد في الفيديو افتراضا انا بتحرك وبتعبي بتلاقي فيه اهتزاز لو انا جيت هنا بقى دلوقتي رحت عندي على وروحت هنا عندي وروحت هنا عندي على وخليته مسلا يا سيدي عندي هنا وعندي هنا هاي وعندي هنا بوست اللي هو الاقصى شيء. لو انا خليته مثلا هنا افترادا عندي على البوست اللي هو يكون منع اهتزاز يعني ضعيف جدا او بمعنى اضاق ان انا اخلي منع اهتزاز قوي ما يتهزش من اي حاجة. بوست دلوقتي. منع اهتزاز عمل ازاي? سبتلي الفيديو بشكل كبير اوي. وطبعا ده كويس للناس اللي بتتصور وهي ماشية ودائما اي ده هي بتتهزز. فالنقطة دي مفيدة اوي ليهم يعني. اللي هو ده مصبت باصل. هتقدر تخليه براحتك. تخطرين انت انا دايما بخليه اوف لاني احبب الفيديو كناعة الطبيعة يعني. نيجبها دلوقتي يا سيدي وهو عندي على اه الشورتد اه الاسم يا رب شورتد اه كوبتر تقريبا. ده يا سيدي باختصار شديد عبارة عن التقاط متقرر. بمعنى اضاق ان هنا مثلا يعني زي الايه زي اه او يعني زي اللي هو اه ان انا مثلا اخلي الكاميرا عندي طلقت صورة كل دقيقة. اخلي مثلا الكاميرا عندي طلقت صورة كل تلاتين ثانية. هي دي النقطة. يعني واقول له مسلا ان يقف لحد امتى? هي دي النقطة يعني. طيب ودي غالب انت مش هتحتاجها برضو. فكانين نروح اللي بعدين. عندك هنا تحديد مدة تسجيل. اللي هو عندك اللي هو ايه? اللي هو الخيار ده. انا بسرعة مش عارف انت اسمه يعني. زي ما انت شايف. اللي هو الخيار في النص ده. تمام? اللي هو المكتوب تحتي لو انت جدست عليه. ده بيحدد لك مدة تسجيل. بمعنى ان انا مسلا سيدي انا محتاج الكاميرا عندي تسجل مسلا اضبط يا فوكس في ايه? انا مسلا يا سيدي محتاج الكاميرا عندي تسجل افتراضا دقيقة. عايز الكاميرا تسجل تلاتين سانية. وتقفل. عايز الكاميرا تسجل خمس دقيقة وتقفل. عايز الكاميرا تسجل تلاتين دقيقة. ساعتين تلات ساعات. تمام? انا طبعا عملها خيار اللي هو بغير محدود. لان انا مسلا عندي الكاميرا بتسجل غير محدود. يعني ان شاء الله هسجل ساعة. لحد البطارية تفضع والكارت يستحمل هيسجل معي. تمام مش هيوقف. فدي برضو ميزة حلوة ان انت تقدر تختار عندك انت الكاميرا بتاعتك تسجل لحد قد ايه. يعني طبعا تقدر تحد تقول لها انا عايز الكاميرا تسجل دقيقة فقط. فتختار هنا عندك تلاتين ثانية دقيقة فقط. وهكزا. فهم انت بتختار هنا وقت التسجيل لحد قد ويقفل. طيب يعني مدة الفيديو ما يعني ما تبقاش ازيد من دقيقة. عندك هنا الهاند ام اللي هو الهاند او الهاتشوتج تمام? ده باختصار شديد مفهومه مختلف شوية ان انت بمعنى ادق يعني الكاميرا بتفضل في حالة الستاند باي. بمعنى ادق ان لو انت ما دوستش عندك على زرار التسجيل الكاميرا بتفضل تسجل يعني لحد تلاتين ثانية او خمستاشر ثانية على حسب ما انت تختار. يعني بمعنى ادق عشان افاهمك برضو. افتراضا انت دلوقتي مش اغل الكاميرا ولكن ما بتسجلش. بس انت مفعل الخيار ده ان انت عامل حالة الكاميرا دايما بتسجل عندك خمستاشر ثانية او تلاتين ثانية على حسب ما انت بتختار. وبعد كده بتحزفهم وبتعيد تسجيل خمستاشر ثانية تلاتين ثانية تانية. لحد ما انت تدوس عندك على احوار ريكوردينج. فهم? فهمني عشان لو حصل لقطة ولقطة مميزة وانت حابب ان انت تكون سجلتها ما ترجعش تندي ما تقول ان انا لما سجلتهاش. هي دي الفكرة. فانت بتقدر تختار هنا النقطة دي. ان انت مثلا بتخلي دايما الكاميرا بتاعتك في حالة انها بتسجل دايما خمستاشر او تلاتين ثانية. وبعد كده بتحزفهم وتعيد تسجيل مرة تانية. على اساس ان لو انت دست عندك على خيار التسجيل هيبتدي ان هو يحفظ عندك تلاتين ثانية لو اسجلهم بالفعل قبل كده زائد الفيديو اللي انت دست عليه التسجيل بقى عشان تقضي يعني تبتدي من ناحيته ان انت تسجل بقى اللي انت حابب تسجله. فدي نقطة حلوة يعني بس بتسحب جدا من البطارية لان الكاميرا عندك بتضل تشغالها دايما. يعني في حالة استعداد دائم. فدي بتسحب جدا من البطارية يعني فخلي بالك. عندك يا سيدي بقى اللي هو ده التباين. يعني بمعنى اه ده لا لا سوري معلش. ده تحديد مدة التسجيل معلش انا انا غيرت تاني. تمام? عندك ده بقى يا سيدي. الطايم ده الوقت. يعني مسلا انا حابب مسلا. يعني اه لما دوس تسجيل الكاميرا تعدي تلت ثواني. لما دوس مسلا تسجيل الكاميرا تعدي عشر ثواني بعد كده تسجل. فهمني يعني مش مسافة ما دوس تسجيل الكاميرا تسجل على طول. لا تنتظر مسلا تلت ثواني عشر ثواني خمس ثواني. يعني زي ما تشايف تلت ثواني عشر ثواني ما فيش غير كده. تمام? ده الطايم ان انت بتعمل طايم. وده عندك الزوم. زي ما اتشايف ان انت بتعمل زوم. تمام يعني يعني بتفضل على نفس العدسة مثلا ويد ولكن بتعمل زوم بصري. الزوم ده طبعا مش هيكون زوم من العدسة وانما زوم رقمي. فبالتالي بلاش منه لانه بيقلل من الجودة. نيجي بقى دلوقت يا سيدي على الخيار اللي بعديه. الخيار اللي بعديه بقى يا سيد ده وهو البيت ريت. البيت ريت ده باختصار شديد هو عدد البيانات اللي بيتم تسجيلها في الثانية الوحدة. بمعنى اني مثلا افتراضا انا مثلا حابب عدد البيانات اللي بتتكتب في الفيديو في الثانية اللي واحدة تكون مسلا يا سيدي الف الفين واحد اتنين. فاهمني? فده بيكون على حسب الجودة او معنى صح ده بيكون الجودة. فبالتالي هنا عندك اتنين ما فلهمش غالت. يعني عندك هنا مسلا افتراضا ان هنا بيقول لك يعني انت عندك هنا بيقول لك ان انت تختار اقل جودة ممكنة. او انت عندك هنا بيقول لك ان انت تختار اعلى جودة ويكتب لك تمام في يعني عدد كبير جدا من البيانات في الثاني الواحدة بيكتبها في فانت طبعا عشان تقدر تضمن ان انت تحصل على جودة ممتازة واعلى جودة ممكنة هتختار عندك اللي هي الاولى دي فوق اللي هي اول واحدة فوق دي اللي هي اللي هي الفوق عموما اللي هي الهاية عشان تقدر تختار افضل جودة ممكنة في الكاميرا يعني تمام او تطلع افضل جودة ممكنة في الفيديو عندك بقى يسيد الخياري لبعدية وده معنى ادق اللي هو الايه يعني اللي هو فتحة العدسة طبعا يجعلها لديكyd change لا رأي لديك اوتو تصويرها عديدة يعني لديك نقطة هذه العدسة تلقط اللقطات السريعة بشكل الابطأ. اللي هو شوتر يعني. عندك هنا يا سيدي ده باختصار شديد التباين زي ما تشايف ان انا قدر اعمل تباين قدر اقل التباين. يعني مفتر انا جيت رفعت ده هلاقي ان فيه اللي ايه الجمع اضاءة اعلى. انا جيت نزلت ده هلاقي عندي ان هو قلل الاضاءة. زي ما تشايف اللي هو على الشمال او هنا. فبالتالي دايما انا خليه عندي زيره عشان اخليه طبيعي قدر الامكاني. عندي هنا طبعا اللي هو اللي باختصار شديد لو انا مسلا بسجل في منطقة افتراضا كلها جليد. بطبيعة ابيض فانا محتاج ازود شوية الصفار عشان يعني يكون الصورة طلعة ايه? اه احسن بشكل ممكن. او اقلل. يبقى مسلا التلج لو انت بتسجل في مكان اه مسلا كله صحراء اصفر. فانت دايما تخليه اوتو وتخلي الكاميراية تزبط النقطة دي بمعنى فتح. تمام? خليه دايما اوتو. دي بقى دلوقتي النقطة المهمة وهو الايزو. الايزو دايما تخليه عندك من مية لربعمية. يعني عندك هنا الايزو. تمام? هنا عندك مية. بص ما ترفعش عن مية. عندك هنا طبعا الميني. ايزو المينيوم او 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 الميني. تخليه دايما عندك مية. والماكس ربعمية. يعني عندك مية ربعمية. ما تزودش عن ربعمية. لان زودت عن ربعمية دوني هتضرب معاك. بص هتلاقي عندك شوية نويز بقى ايه عنم. فاتا دايما تخليه من مية ربعمية. ما تلعبش اكتر من كده. هو حلوة قوي. ده افضل اعداد لي. اللي هو الايزو. من مية الو ربعمية. ما تزودش ولا تحط اي حاجة تاني. عندك سيدي بقى اللي هو الشاربنس او الوضوح. هتخلي عندك الوضوح دايما ميديم. بقى ان لو انت رفعت قوي هتحس ان هو بقى حاد قوي. الفيديو بتاعك بقى حاد قوي. وشكله مزعج للعين. ولو انت عملته لو الفيديو بتاعك هتحس ان هو ضبابي. دايما هتخليه عندك على الميديم. الميديم افضل خيار. اللي هو الشاربنس. تمام? الشاربنس دايما هتخليه عندك على الميديم. هنا بقى نيجي للخيار اللي بعدي وهو الكولور. الكولور يا سيدي هو ضبط الالوان المتعلق بالكاميرا. فانا بالتالي عندي هنا خيارين. وانت طبعا ده شيء يرجع لك انت. لو انت من النوع اللي انت بتعرف تلون على البرامج زي مسلا دافينشي او او مسلا ادوب بيرمير او غيره. او انت حابب تضيف الوانك الخاصة على الفيديو. فبالتالي تختار هنا عندك الفلات. الفلات ده هيصور لك الفيديو بدون الوان او الوان قليلة جدا. عشان تقدر انت تلون بقى براحتك على الفيديو. تمام? يعني شبيهها للراو. او انت تخلي الالوان التقليدية او التقليدية اللي طلعها من الكاميرا. فلو انت بتعرف تلون وعندك جهاز قوي وبتقدر تلون وكلام ده كله فهم يعني فهم يعني ايه الوان? خليها عندك فلاتر. عشان تقدر بقى ان انت تضيف فلاتر عليها والكلام ده كله. يعني انت تقدر تضيف فلاتر اللي هو او اللاي اا اللاي اوت والكلام ده كله. لو انت ما تفهمش الكلام ده او انت مش عارف الكلام ده فتخليه عندك على الجو برو. وان شاء الله في فيديو جاي هشرح يعني ايه فلاتر. نيجي بقى دلوقتي على الراو اوديو. الراو اوديو ده ما اختصر شديد اللي هو بيسجل لك صوت خام قدر الامكان. فبص والله دي ترجع تجرب الاعداد كلها لان مش كل الناس بتحبها. تمام? يعني انت عندك مسلا افتراضا خلي عندك اول حاجة على الاف وجرب انك تسجل وهي على الاف. بعد كده جرب هنا عندك على اللا وجرب عندك على الميديام وجرب عندك على الهاي. وشوف اني افضل اعداد لك احسن. تمام? لان ده يرجع لكل واحد. يعني فيه ناس بتحب ان هي تسجل صوت خام قدر الامكان وتعدل عليه بقى على الايه? على برامج زي ادوبي اوديشن او الاوديو سيتي والكلام ده كله. وفيه ناس بتقول لك يا عم ولا عبد ولا نينة خليه اف وهو هطلع اوتوماتيك كويس لوحده. فانت ده بقي شيء يرجع لك انت. شوف انت حابب ايه? يعني ده مش هقصر معك في جودة الفيديو في شيء. وانما ده متعلق بالصوت. دي يجي بقى دلوقتي يا سيدي على او الويند. سلسل معلش الويند الرياح. لو راجت دوست عليه بيقول لي انت حابب الصوت المقاوم للرياح. طبعا انا بسجل على الكاميرا او بسجل على الميكروفون الخاص بالكاميرا. يعني انا مش براكم خارج وانما بستخدم ميكروفون كاميرا جو برو فبيقول لي انت حابب يكون مقاومة الرياح للميكروفون عامل ازاي? انا اخليه اوتو. فيه ناس تقول لك لا انا حابب ان انا افتحه. يعني اخليه تلقائي دايما مفتوح. وفيه ناس تقول لك لا اقفلو انا عايز صوت الرياح في الفيديو. فلا طبعا ما خليه دايما اوتو. لو في رياح الكاميرا كده كده بتفهم وتشغلو لو ما فيش الكاميرا كده كده بتقفله. فدائما خليه عندك اوتو. هنا بقى يا سيدي ما فيش اي حاجة تاني غير ده الشورتس كت. الشورتس كت ده باختصار شديد وهو يعني عارف انت هنا هو بص زي ما تشايف ده اسمه اللي هو اللي تحت ده اسمه ده اسمه وفي واحد هنا تاني برضو اسمه لو انا جيت الى عندي على تمام اقدر ان انا افعل هنا ميزة ان انا اقدر اخلي مسلا افتراضا. ده يعني اول يعني اللي على الشمال اللي في الاسفل هيكون في ايه? هيكون مسلا اللي هو الرياح. عندك مسلا الشمال اللي في الاعلى او يعني اه اليمين اللي في الاسفل هيكون مسلا كزا اقدر اختار انا حابب ايه من هنا هو? عشان اروح له بشكل سريع. عندك مسلا يا سيدي وهكزا. ده الشورتكات اللي هو بيظهر هنا هو بص. الحاجات دي. طب لك لايه عندك هنا في واحد اتنين تلاتة اربعة بس انا طبعا شايل اللي هو الرابع يعني. وبس ما فيش اي حاجة تانية اعتبر تانية اشرحها. تمام? كده انا شرحت لك اعدادات الجو برو لتا تقدر تسجل بافضل اداء ممكن على البرنامج. او على الكاميرا. وكده اكون وصلت لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تسجدش بان انت تعمل لايك اشترك فوق قناة وتفعل الجرس لان الدعم ده بيفيدنا جدا ان انت تعمل لايك للفيديو تشترك فوق قناة وتفعل الجرس. واشتركوا على الخير بها اشتركوا في القناة